في نصف ساعتنا الثانية بش نحكيه على الوضع الاجتماعي في تونس وإيقاف الصحفي غسان بن خليفة منسق موقع انحياز للمنظمات تعتبر إيقاف تعصفي وأيضا نحكيه على أكثر من 11 ألف تونسي هجروا بطريقة غير نظامية منذ بداية العام الحالي هذا الكلف الثاني من حصتنا مع الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر ولكن قبل باش نتحثوا على تحرك اجتماعي صار نهار جمع لي في تحرك في واحد من أحياء العاصمة الأكثر شعبية تقريبا يعاني من العديد من النقاس وشبابه يطالب بالتشغيل وأيضا الكرامة وسكانه يناديوا بأبسط مقاومات الحياة باش نحكيه على دوار هيشر من ولاية منوبة يحضر معانا علي بوزوزية منسق الحرك الاجتماعي بالجهة وأستاذ تعليم ثانويسي علي مرحبا بيك أهلا وسهلا عاشق بي عاشق باش نبدأ معاك ببعض الأسئلة اللي نحب نسألهم لك في البداية باش نوضحوا للرأي العام شكون الناس اللي خرجت نهار الجمعة العشاية انتوما علي بوزوزية تابعين حزب سياسي بنحب نعم مقدمة صغيرة باش نوضح النقطة هذي بالذات اه شو تبعني في الأسئلة واحدة واحدة وبشلق روحك في نفس الوقت قاعد تجعوا معانا حتى انتماء سياسي ومعانا حتى خلفية سياسية ما كومش تابعين لي حتى طرف بالله للناس اللي تعمل في الكومنترات تاو للناس اللي موجودة معنا تتبع فينا في الراديو ورأس ولدي هارون لعانا حتى خلفية سياسية رب يفضله لك واضح فماشيش كون اخذي فلوس بش خرج في الاحتجاج نهار الجمعة في العشاية ماخ لا مثلما حتى واحد ياخد فلوس ونحنا ولي الدورهيش رماهمش متاع الشاي هذي والقامة العباد اللي شفتوها في المسيرات وفي الفيديوهات ما نصورش هذيكم ماركة فلوس وماركة كما نقول نحنا بيعوا رواحة معلزوا الصورة هنا نشوفه في الصور نساء ورجال وشباب واطفال فماشي الاحتجاج هذي كان سلمي فيه تكسير فيه الاحتجاجاتنا عندها سنوات كانت سلمية واقع الهدف منها هو الدفاع على المنطقة تحسين ظروف العيش حلين عدة مشاكل فانتني موجودة على طويلة الولاية وموجودة عند السلطة المركزية عند الحكومة يعني مطالبنا الناس الكل تعرفها الصلاة الكل تعرفة والبعز اللي قاعد يصير في الوسائل التواصل الاجتماعي والعناوين اللي قاعدت تحت ما عنديش علاقة بالواقع ما عنديش علاقة بالواقع كيما تحركنا قبل كيما تاو باه، عليش كان الاحتجاج في العشاية مخر في الليل؟ باه، انتم كانت تتفكروا حتى التاو النهار الذاكى السخانة 45 عنا رجال كبار وعائلات موعوزة ونساء كبار كنشوفتوهم في الفيديو واكم شوفتم اغلباتهم معانتها ناس معانتها فاهمش كونوا مريض وكل شي الستة متاع العشاية بدينا في الاجتماع متاعنا من باس سبعة متاع العشاية خرجنا بكل هدوء نسموها العشاية ما هيش في الليلة ذيك سبعة متاع العشاية مخر العشاية مخر مش في الليل لانو الناس اتراع في الصور يمكن دنيا تقريب بعد مغرب ولكن انتم خيرتوا انكم تخرجوا لانو تقس كان سخون نهارت واضح فاهمتني نحنا وقتها كانت الدنيا سخونة ونتلم ونهار لحد الستة متاع العشاية وخرجنا في مسيرة ابي بريس سبعة فاهمتني وليها كانت مسيرة سلمية في جو عادي على الاخر يختم تأويلها في هزان من عارض جهر شكون شارك في هذا الاحتجاج من سكان المنطق الليشاركوا في الاحتجاج كيما كل مرة فاهمتني هم يعني العيلة المعوذة الناس اللي عند هم ا gera مدعاء لداي مع تبدید دور هشير والولايا الناس اللي عندهم طالب الناس اللي ادخوا عندها كرنييع تلاوج على كرنييات سفور وبيض الناس اللي عندها تحب علي مواد ارزق وتحسين مجر الناس اللي عندها مطالب اجتماعي فاهمتنيوا و egal شباب العادلين على العمل والصحاب الشهائق ثقا يزار المعادلين على العمل هدو ما هون الناس كلت تعرفون because كل نفس نوعية الفئة الاجتماعية هي بيدهم. شرائح الموجودة في دور يجربوا حكم طبيعة العائلة. احنا موجودين غاديكة صدقني مانيش فاضين شغول موجودين غاديكة. انا واحد من الناس راني مانيش متيشهم اذوك مولاد حومتي وجيراني والامن يعرف وسلطة الجوية تعرف مانيش متيشهم. باش ما يلعب بهم حتى واحد. انا ندافع عليهم كيف لانهم جيراني قبل كل شاب. نجينا انا نعم نعم بهم السياسة نعم في سياسة بجيراني وبلاد حومتي. وبتربيت معهم وعشت معهم يعرفون الكلها وباروا امشوا لهم الكل. والله ليتبدلوها من ناحيتي انا مناسق الجيهة. هي المسألة مش متعلقة بكنت متعلقة بالاحتجاج ككل. علش اسألتك هذه الاسألة باش سيارتك توضح للرأي العام وتوضح للناس اللي قاعدة ممكن تشيطن او تسيز في هذا الاحتجاج. فآآ نتمنى انك وضحت كل الاسألة وكل النقاط في البداية اللي حبيت توضحهم سيارتك. باه اذا الاحتجاج نخرج نهار الجمع. عليش بالضبط علي بوسو زي منسق الحركة الاجتماعية بدوار هيشر. وانتوما هذا اول ظهور في بلاتو اعلامي في في تونس. باه احنا قبل نهار الجمعة باللاحد كان عنا اجتماع روتيني كالعادة من مقر بلدي دوار هيشر. اشكونا انتوما يعني الحركة. احنا اللي بقرأوا التحرك اذي صار بدعوة من المفروزين اجتماعيين بدوار هيشر. تنسيقية هاي. فهمتني والله. عملنا الاجتماع باللاحد. نهارة الجمعة قررنا اننا نعملوا الاكسيون. فهمتني والله ونخرج وفي مسيرة عادية. في طريق الخمسة وخمسين في دوار هيش. خرجنا في مسيرة عادية. نطالبوا السلطة الجهوية ونطالبوا السلطة الحكومة بانها تتلفت للجهة. وتتفاوض معانا تفاوض جدي لانه يعني كما نقول احنا ما نحبوش الامور تخرج عن السيطر. هاي عونا نلودي زويت نهار ثمونتاش. فهمتني في الشهر هذا لحد ذا لا. لحد اللي بعده نأكد لك اهو خاطر ونأكد لك اللي نحن في المستوى. نهارث مونتاش الشهر الجاي. والله ما تلقى مئة الف دوار هيشر كل موجودين قدام البلدي. جديش عدد سكانها دوار هيشر. مئة الف جدي عدد ميلا. مئة الف تقريبا. نهارث مونتاش تلقاهم قدام البلدي. هذه النقطة لول. وما يسير حاجة. خلينا نوضح نقطة هذي يعني كتقول الامور تخرج على السيطرة. اه هذا مهوش مهوش تهديد. هذا وانما وضع اجتماعي موجود. صحيح. فقط نطرح فيه سؤال نحبك توضحك. بحاجة نقول لك حاجة. اللي نأكدوا للناس انه راو نحنا راو المواطنين اللي شفتوهم معايا را ما ذوكم راو مفهم بارشة يعني كانوا مع الاستفتاء ودعموا خمسة وعشرين جويل. هم بيدهم. اللي اليوم يتكلموا لحقوق. الناس اذيكة كان عنا فيديو اخر نوريه لكم. را ما هزوا نعم نهارة الانتخابات. هما بيدهم. فامتني وانلا اللي طالبوته بحقوق. راي نعم. وإلا الاستفتاء اللي يشاركوا فيه. وإلا مباركتهم للتغييرات متع قيس عيد المواطنين اذوكم. ما تعنيش. انهم هما يسكتوا لحقوق. راي معاناة حقيقية في دوار هيش. احنا لانه حي شعبي هو. كان نحاول وكان غدوة ايها بتو عشرين الف. نجم تفلت من الامور. فامتني ولا. لذي انا شو نقول. نقول هاو. تفلت الامور منكم في اي اتيجات. تفلت الامور. يخيش كوني مأسيرة. يبدأ عبيد حال تحتقان وعبيد متغشة. وعبيد متنرفزة. وعبيد كذا. كل ما يبدأ العدد كبير. كل ما تفلت الامور اكثر. سعيب السيطرة عليها. واضح ولا. انا ناكدهولك. انه روع عنا في الليل وفي النهاء. اللي ناكدهولك انه نسبة كبيرة في دوار هيش. تلم في البلاستيك وتريبش في الزبلة. احنا رو والله الدواء في دوار هيش. رو من ايش خالطين عليه. من ايش خالطين. من ايش نشروهم الفرماسية رو في دوار هيش. رو لانه غالية. ما نشف المنار نحنا. احنا. رو البطاقة للعلاج المجانية اللي يعطيها الشئون الاشتراعية. مغي مغي مغي. ما نقارنوا بجهات اخرى علي خلينا في دواريش. واضح. بطاقة العلاج المجاني. مم. وبطاقة العلاج بالتعريف المنخفضة تخولك باش تاخد دوام اسبتار هكا ولا. مم. بما انه صحة مدي زعاف مجاني. واضح ولا. مم. لكنه هو الدوام تاع السكر والدم والسلة ذو ما موجودين بكثرة في دواريش. مم. ما يلقاهوش في اسبتار. يتلز وين يهز. يمشي يشري بالفلوس. مم. به. هذي حاجة حاجة لولاني. الحاجة الثاني. احنا رو معزولين على المنطقة الصناعية بالشرقية. ومعزولين على سليمان كاهية منوبة للطلبة والناس اللي تخدم في منوبة اللي تمشي تقرأ في منوبة. عامين ولا ثلاثة سنين. يولاد يعطونا ناقل جماعي. منها لعبات تختم. مم. وتخدم عائلات للشرقية. ومنها اللي يخدم في الناقل يخدم. وحاسب القانون زادة يعتون. مم. ومنها العائلات زادة فيمتق دور الحركة الاقتصادية شوي. والناس اللي تحب تلوج على خدمة يعطونا الشرقية. اللي تقريبا سليمان كاهية بعيدة جوز كيلومتر على زواري شهر ثلاثة كيلومتر. والعاصمة بعيدة ستة كيلومتر. نحنا نعيش بالكلوندستان راهو. بالوسائل للنقل غير قانون. وانا معاهم راهو خطر ما عناش خيار اخر وحل اخر راهو. فهمني ولاي. النقل العمومي ما. نكار معاش تطلع. لانه نحنا رو مع نحنا سوق اسبوعية. ناس تنصب في الكيس ولكيران معاش جي. فهمني ولاي. معناش سوق اسبوعية. معناش منتزها. معناش كيما نقوله نحنا بارك يلعبوا فيه الصغار. ران ننمشو نحنا ولكيران في الكيس راهو. وليتراتوار ما فهميش راهو في دوار هيش راهو. مفهوم الدولة. انا نذكر حبل الكار كان تطلع. لا توساية نحط معاش تطلع. مفهوم الدولة في دوار هيش راهو بكل صراحة مش موجود. او بكل لطف راهو مفهوم الدولة. ما غير ما تبالغ عليه ماذا بنا والله العظيم. انا راني غيورة على تونس. وراني انسان كما نقوله نحنا واتني. وخلينا نحك بمنطقة توانسة في الحوام الشعبية يعني نمن بالرجولية وبكل شاب الرجل. راهو بالرجولي. راهو بالنسبة لنا نحنا. راهو مفهوم الدولة في دوار هيش راهو ما فهمهش. بصراح اي واحد في دوار هيش راهو تسأل ويتمنى الحرق يا راهو البرق. فهمتني ولاي اي شاب. هذا مؤسف في الحقيقة. يتمنى يحرق البر. بحش نكملو في المطالب. والكلمة عندك عليها نحبك اليوم. تعطينا ان كونستاع على دوار هيش راهو بحش الناس تعرف. نعطيك لحظة بركة. لحظة بركة. دراسة لمنظمة انترناشونال الغيرة الحكومية صدرت في اثنين وعد نوفمبر الفين وعشرين. يعتبر انه سكان دوار هيش راهو اول خطر او الشباب اول خطر بالنسبة لابناء الجهة هو البطالة بنسبة اربعين بالمئة. ثانيا ستة وعشرين بالمئة يعتبر ان الخطر الثاني هو الارهاب على الجهة. وستة فاصل اربع بالمئة من السكان في دوار هيشر يعتبر انه الخطر الثالث هو الهجرة غير النظامية. وثلاثة واربعين بالمئة يعتبروا انه الجهاد فرض ديني. هذه فكرة على الوضع في الجهة. اذا عندك ارقام اخرى تربط هذه بالطلبات اللي عندكم. متفضل. اول حاجة نحن في دوار هيشر. ما تحب نحكو الواقع ولا الواقع? نحب الواقع. الواقع والصحيح. في دوار هيشر رو منطقة فيها برشة فقر فيها برشة ناس مهمشين كما فيها برشة اصحاب الشهائد وفيها محامين ونخبة مثقفين وكل شي. لكنه فيها عدد كبير من الناس اللي ديزون درجة الوعي ناقصة شوية بفعلي فعل. معنتها ناس مهمشة فقراء وكل شي. ما عندهم حتى خيار. فما شكون بعض اه بعض منهم لعبولهم بمخاخهم ومشوا والسوري. فهمني ولا وندموا عليها وكل شي. با. فهم ما شكون البعض منهم محرق اللي تالي. ولتاو ما زالي خمم فهم. شباب ذاية لعنده دار ثقافة تصلح لعنده دار شباب. صدقني الواقع حرم نحكي. لعنده حتى يعني كما نقوله نحنا افق. ما ثميش. احنا ما عناش وين نمشوا ونعملوا دورة وين نقعدوا كل شيء. قبر القهوة والشارع. ما فهم حتى شيء. فما زائفة اخرى هي المخدرات في. واضح. تم نسبة تجرام كبير. مه. زم التفقين فيه. با. يمكن نحنا في ولاية منوبة البلاسة الوحيدة. اللي ما فيهاش المنتزه لقهوة ميكست. وما تنجحش رو لي يوم ما يبعثون. الا ما يتحسن الوضع اكثر. ان شاء الله في وقت من الاوقات يتحسن. با. احنا شو نقوله. اغزب شو نعطيك. نحنا في ولاية منوبة ويمكن على مستوى الجمهورية الوالة في عدد الكرنيات البيض. الناس اللي تاخو في جرايك الميتين الفي. يعني اذوكم رسميا عند الدولة عائلات معمزة. ومزالة يمكن احتيكات اكثر من الفين واحد في ولاية منوبة عائلات معمزة يخطف كرني نبذ. ونحنا نطالبه بمضاعفة الحص. مم. هذا في دوار هيشر ولا في الولاية ككلها? في دوار هيشر وحدها. با. والارقام ماذا يمنين عليها? من لدرجة وليشون الاجتماعية. با. فهمني ولا. با. عنا ثلاثة الاف وربعة مية وخمسين كرني اصفر. ما يقارب ثلاثة الاف وربعة مية وخمسين كرني اصفر. ما يقارب. ما يقارب. ما يقارب. ثلاثة الاف معاقف يدوار هيشر. متفقين. ثلاثة الاف معاقف يدوار هيشر. يعني ودعو اكثر من هكا شوية. عنا من الاطفال الشوارع يمكن الوالة في الجمهورية. المنقطعين على الدراسة يمكن الوالة في الجمهورية. الامة العازيبات يمكن. ما نعطيبش دي زافتيسيسون. كان عندك اركام ولكن الانتباعات ماذا بيالك. انتم كانت تحبوا زدوا تصلوا بالجهات المعنية. وتا يقولك اسروا الماندوبيل جاوي للطالبية شوف عدد للطالب. ساعة ساعة رقامة ذوما ما معناش بالضبط. احنا في دور هشر روم يو عشرين الف ستة كيلومتر على العاصمة. ما تفقين ولا. يعني اللي يحب ياخو معطياتي تفضل. كيف احنا جزء من حي تضام لانه كنا تابعين حي تضام. احنا في دور هشر ستة كيلومتر على بصراح. ما عنا حتى شيء كما نقوله نحنا يخليك تنفح. قلت لك ما عناش بلاسة نمشو نتفرد فيها في رمضان وقت نمشو البارد وكاتكوت اكا. ما عناش بلاسة نمشو له. فهمتني. اللي سمعتوا انا من في الاحتجاجات وفي الفيديوهات اللي موجودين على مواقع التواصل اجتماعي. شغل حرية كرامة وطنية تم رفعها خلال المسيرة اللي صارت نهارة الجمعة. هيدا الشعار عليه ترفع في الفين وعشرة في ديسامبي. الى الان دوار هيشر مزيرة ترفع هيدا الشعار. واضح. اخي دوار هيشر. الى رفع في شعار شغل حرية كرامة وتنية وانا نأكد لك الشعار اذي مع انت من تصور شرعي. وعنا الحق فيه. هكا ولا بيه. لكنه في دوار هيشر لانا عنا جملة من المطالب التو ما تحقت. احنا راوا مثلا تو. قلنا يا اخويا توسمنا خير في الحكومة الجديد. قلنا نحب نقابل وزير الشؤون الاجتماعي. يسمعوا عليه في كلام بيه. وكل الشيخ نقابلوه نحكيه معاه نشوفه مشاكل. احنا نستنى وتو في لقاء معاه. بيه. قلنا للسيد. وعدكم مكلمكم اتصل بيكم. نرمال مو ثم يعني تجاوب انو باش نقابلوه بروشين مو. ان شاء الله هيكون عند وعدهم. ما انت فاهمتني ولا? اي. فاهمتني? بيه. بالنسبة لنا نحنا الولاية طيب. مثلا نحنا ما نتفاوض مع الولاية منوبة هكا. اي وا. المعتمد الوالي الكاتب العامة. هذا هو. بالنسبة لنا نحن. ولاية منوبة. عنا كيب بروفيسيونيل. مع انت باش نكونوا صادقين. بروفيسيونيل كيما مثلا اه سيعدنان معتمد مركز الولاية مدام عايدة معتمد الشهور الاجتماعية. ايه سيد والي منوبة. ايه ناس سيد الكاتب العامة سيد والي منوب. قاعدين يتجاوبوا معاهم هذو. يتجاوبوا معانا. لكنه بالامكانيات اه سي مالك اللي متوفر اراه. من الجمش يجيب لنا حاجة من الهواء. بالامكانيات اللي متوفرة. احنا هاو اشنو مشكلتنا? مشكلتنا اننا قلنا لهم. اراو ملف دور هشر يتجاوز السلطة الجهوية. اراو نحبوا مفاوضات مع الحكوم. اراو نحكوا بصراحة انا نحبش مبالغ. انا ما تغيذنيش كيولا تحوم تشترهم ماتوا في سوريا بسبب الفقر. انا مثقف نفهم علاش كيك اراو نفهم علاش اللعبولهم بمخاخب. والتول يخرجوهم مازالوا في حالة صراحة. ومسيبين في الشارع. ما تغيذنيش. نحكي بصراحة عندي اصحابي اراو انتي. ما تغيذنيش كي يمشي لسوريا لعبولهم خاخب خاطر. ايه برشا 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 بيعيكم ماتهم تبكي. يوين يلحق. اراو اختر ريت دور هشر على الامن القوم اراو اسأل اراو نحكيك في معطيات رسمية ارا. اخترب الرسمي على الوضع العام. فهمتني. اراو غير نحن ارانا نحبوا تونس ما نحبوش الثقاف في تحالينا. فم واحد من اصدقائك ومن زملائك وفي خطاب القاه قال اللي حب كلمة مهمة جدا. قالها وانتم ابناء اللي جهة وتعرفوا الطبيعة. قال اللي يحب يقاوم الارهاب يحسن دوار هشر. يودي انا راني عامل لكي ليبر واحنا واجماعات ما التنسيق مفروزين اجتماعي. فهمني فهمني المعنى متع الجملة هذي يعلي. اللي يحب. اللي يحب اه هي اللي يحب يقاوم الارهاب يحسن دوار هشر. واضح. هاو كيفاش احنا اش قلنا او باش نعطيك بصراح وهاو تونس كل تسمع فيه. في دوار هيش رجيت فترة تلفين واحداش ولت نشوف الناس ما هاي ماشي هاي تسوريا او تالي هم كذا. خاصة اللي رهي. احنا عملنا اللي كي ليبر بملف التشغيل وقلنا لهم في بلاسة هكا يجي نعاركوا على حقنا في الشغل وفي الكرام. يجي نعاركوا على حقنا باش نحسنوا الجهة ونخافض وخاموا في مستقبل ولادي. والد فما حار كتين حركة منشيرة تهزل سوريا وهي وتعايت للجهاد وكذا. اه. 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 والحركة منشيرة. الى القتال. الى القتال. الى القتال في سوريا. ادافع على الملفات الاجتماعية وتحل في مشاكل الجهة وكل شي. فاهمني اه. والد ثم ايكيليبر. واذا يرى وكان مهم على الاخر في المرحلة هذيك. لكنه انتهى الارهاب وقاعدت مطالبنا الاجتماعية لتاوا نعاركوا عليه. هذي اللي صاير في دور هيشر. بالنسبة للمشاريع المعطلة علي. اه قدش من مشروع معطل في في دور هيشر وتم وعدكم به من الحكومة السبق. احنا مثلا في دور هيشر ما عناش مستوصف. عنا واحدة صحية تفاهمني على اساس من اللي كانت صنف اثنين باش تولي صنفة ربعة في دور هيشر او في مئة وعشرين نافس اكل. الكل هم واحدات صحية. ولكن عندكم سبيتار في حي تضم. لذيك سبيتار معناش حق نعديو فيه. معناش حق نعديو فيه. تفاهمني على الأقل لونه جالي مقابل اسبيتار تعدي فيه صعيب شوية. بالنسبة لنا نحن معناش حق نعديو فيه. ماكتعرف انت يا اسبيتار اذيك يتبع دور هيشر. كتقسمت ريانة من نوبة ولا تبع حي تضم. واضح. اذيك اسبيتار معناش حق نعديو فيه. يعني يمرو ذوي احد في دور هيشر معدوش حق لا ما عندوش حقي. اذا كانوا يرجعوا يقولوا لبرا المستوصف. مش مستوصف للوحدة الصحية متاعك. صراحة ماند. اذيك اهو. ما يكون هفيت ونس وكلها في. لا لا ما هو ثم سكتوريزة. يقول لك نحن علينا ضغط ياسر وكل شاي. فهمتني ولا? حتى تجي حالية طار اما ممكن. فهمتي استعجالي مثلا. احنا مثلا في دور هيشر. نحكو على مطالب الاساسية. نحكو على المطال صحية. اذاك علش نحنا طلب للقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية. وزير الصحة وزير النقل. هم ثلاثة بوزراء ذوما يحلونا مشاكل دور هيشر الكل. اما كتكون مسألة جدة يا راه. ثلاثة وزراء ذوما يحلوا مشاكل دور هيشر الكل. في بالك اللي نحنا ما عناش سوق اسبوعي. مم. مثلا. فهمتني? ما عناش اللي طريد ما عناش سوق اسبوعي. عنا مشكلة كبيرة في النقل. وعنا مشكلة كبيرة. فهمتني? في التشغيل وفي البطالة اللي موجودة يعني سوق اسبوعية مع الناش عندنا مشكلة. والخدمات الصحية. بالله ايجا نقول انا عندي روش كون جيران والله من غير مبالغة. ماتوا بسبب مخالطة مالقاوش الدم والسكر موتعرف. عنا نقص الجمهورية كل. عنا نقص اي في الادوية. لكن في الجمهورية الكل مو ثم التمييز اللي جابي نعرفوه نحنا. طوع دوار هيشر طوع في مئة وعشرين الف تشوفها عدد معنات العائلات المعوزة بارشة عدد البطالة اللي عند. ما نجمشيش لدوية من الفرماسية كما نسكن. نجمشي وفرنا شوية دوية. من السبيتار ولا من. ساحية كيتمشي مراكبين السبيتار ما تقول ليش ارجع الشهر الجاية. تقول لي هاو دويةك موجود. طو واحد مثلا طوان امي عندها سكر والدم. رو ندبرو فيه بالمعارف او نحكي معك بصراحة. بالمعارف ثماش فرم ليه تحنش عليك شوية تعطيك شوية دوية كده. بالمعارف عمليش كنت وفره بسبب ما خلطش على دوية الدم. فهمتني ولا نجمش هو ياخذو كل يوم الف الفرماسية. في الانتخابات يجيوكم علي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجيوكم. الاحزاب كل تتصب في دوية هشر في الانتخابات. فهمتني يا. يعني كما نقوله نحنا اه قاعدة انتخابية بالنسبة لحزاب السياسي. بمجرد توفى الانتخابات جمعة من زمان جمعة والاغلبية يروا اللي يجونا في الاحزاب اللي يجينا الواحد. حتى القوام يطلعوا رؤوسي القوام ما هم شو لديهم. ما هم شو لدي الجهة. يعني يسكنوا في مرات اخرى ولا يكن يجب تحت تعريف ام ما همش متمرمدين في دور هشر وما بشاويش حفاية في دور هشر. هذي ايضا مسؤوليتكم انتو ما في دور هشر بش تعرفوش كون لما في انتخابات الشر. ما هوش انا راني. نحكي بصراحة انا راني مانيش ليبرال في مخ. انا راني ولد اتحاد طلب. فهمني ولا. نعرف نعرف. اللي كرست حياة بوقتي بش ندافع على جهتي وحومتي. ونتمنى اي واحد عنده درجة تعواعي من نخبة تونسية كسوية صحافي سوية محامي سوية اعلامي سوية مع انتكي ما نقوله نحنا انه يدافع على جهته. خير لو ملقاعدة في القهاوية في وسط البلاد. بصراح. بالطرق السلمية. بالطرق السلمية. انا راني. قلت نقولك حاج كنت النجم نكون في موقع خير من هاك. برج ولي اذن ما اللي تحومتي ندافع عليهم. ومانيش مطيش. وديما معهم غالطين. ولا صحح. تقولي انت في الانتخابات يلعبوه يخلوهم ينخبوا للنهضة. ونقولك انا. باش وعدكو مع لي بلد. بقي يعطيه خمسين الف. ويعطيه اربعين الف. ويقوله نوعدك بخدمة. ونح مشكلتك يمشولوا النهضة ولا الحزاب ولا النهضة يقولوا لو ايجتوا ونخدموك. راتاش يعمل هنا يصدق الانسان كي يبدأ الظروف وتعبا يتعلق حتى بقاش. باش وعدوكم علي في الانتخابات الماضية من الفين واحداش حتى لتوا. وعدين هم مثلا بالتشغيل. متفقين هذيك هم نقطة. وعدين هم كما نقولو نحنا باش يتحسن الظروف معنات العايش في دوار هيشر. وعدين هم اللي هما كما نقولو نحنا باش يلقو لهم حلول خاصة باش يلقو لهم باش يخدمو. اي. باش نهزوكم باش نحلوكم مشاكل نلقو لكم بتاخد. هذي الوعود اللي موجودة غاديك اللي موجودة اللي متع الاحزاب. هذي كل ما. طو بدت تفيق لعبادكم مام شوي. بدت تفيق مهما كان. رو مهما كان معنت الوضعي. رو يبقوا زباون ونحنا رانا ديما معاهم را. من تايشو هم اش راو جيرانا ولات حمتنا من تايشو هم. علي هذي مسؤولية الدولة في مكافحة هذه المظاهر. يعني انتي قاعد تقود في حراك اجتماع وهذا من حقكم في الجهة. اذا يكون بطريقة سلمية. اذا تجاوز الحدود بطبيعة الحال. هذا ما ينجم حتى حد انو يدعم. ولكن مدوم بطريقة سلمية. ومطالبكم شرعية. وايضا اه تابعة الى حقوق الانسان. انا بش نسأل سؤال. ايش نحكو بصراح. الناس اللي موجودة تتوى على صفحات الفيسبوك وتتبع فين. ايش نحنا. كنطالبوا بحقوقنا. نولوا المثل واختر. بهذه الول. احنا اول ناس قبل الخمسة وعشرين جويل. باربعة شهور ثم بيديو دولته شمسة فام ومزايك ودولته وسائل اللي عليه من كل. يظاهر لي في واحدة وعشرين ماي قبل جويلية بثلاثة شهور. امشينا المقر حركة النهضة وعملت بوليميك كبيرة وزعمة صار اللي صار وزعمة صارت كارث. اذا العبادة ذوكم. لانو اعتقدنا انهم هم يمثلوا الحكومة يزميعونوا العباء. فهمتني او الله. اه. وقلنا دي جاج. حزب الحاكم على اساس. قبل الخمسة وعشرين جويل يا رو صار. احنا. ايش نحنا تو. من حقنا. جاوبني حتى انتي يا خوي. من حقنا. اننا نتظاهروا. ومن حقنا نعبروا على رأينا واسكم زيل تفمى حرية تعبير في تونس ولا ما عادش. اذا بطريقة سلمية. بطريقة سلمية. وحقوقكم مشروعة. احنا عنا جملة من مطالب ماذا بينلخصها في كلمتي. تفضل. بيه. انتي مقبلك اذكرت لنا بعد المطالب. بيه. مش نخليني لك وقت وناخو الوقت من عند شوية من عنتي رمضان من عند رمضان بنعمر. ولكن بعد الفاصل نرجعولك علي ابو زوزيها. شامس. شكرا. 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 نعطينا جديد علي. شكرا الجميع المطالب الجديد. مثلا لارا فير. اللي يتحل في دواء في منوب. ويتعدى على دوار هيشر. اي. بتنقى لارا فير. انا نأكدلك كما كل مره. مشروع كما كيك. يخدموا محتراماتي للجهة الكل. ما ذا بين ولاد الجهة يكون عندهم نصيب في انه يتم انتدابهم في اللارا فير. لانه اول حاجة يتعدى في الحومة. فامتني والله نسبة اللبطالة. كما تشوف. طيب في الفصفات قفسها مثلا. قمم يعاونوا في الولاد الجهة باش يخدموا. احنا ما يقول نيش حاج. قلنا يحاولوا يدخلوا كل كزان مع انت حتى من البلاسة. شنية المطلب الاخر به? اذا بالنسبة المطلب الاخر رأي مسلا البنية التحتية. رأوا بمشكلة كبيرة. معناش كايسات في دوريش. روزي يتكلف برشة فلوس لمحال. لكنه معناش ترطوار. معناش كايسات نمشوا نحنا. مثلا حكايسات. مثلا مش البلدية. اللي هي منتخبة من وقت ما نقتاش هاي منتختها. وثلاثة اربعة سنوات. اعين من الفين وثمنتاشة. صدقني ما قدمت حد شي. واحنا نعرف اغلب البلديات شكون ربحوا في الانتخابات. اعين. فاهمني اونا. المطالب شنية? تحسين البنية التحتية. اعين. توفير النقل جماعي للناس اللي مودع ملفاتها في الولاية والمعتمدية. ام. وهو واضحة للشركية والسليمان كاهية. والخدمات الصحية. اذا هو. وملف اهم ملف اللي نحب ونتفاوض فيه مع الحكومة. اعين. اللي هو ملف زادة التشغيل. شوفو مسلا. اللي يلزم برشة وقت بشي تحكي فيه. شكرا لك. علي ابو ززياء منسق الحراك الاشتراك.